مخاطر حقيقية تتعرض لها عدد من المومياوات التي يزيد عمرها عن 3000 عام وتم حفظها هنا في قسم الآثار بجامعة صنعة أصبحت هذه المومياوات مهددة بالتحلل والتلاشي بسبب عدم التيار الكهربائي والمواد الكيميائية الحافظة وعدم تعقيمها دوريا ما جعلها عرضة للبكتيريا التي أصابتها فعليا الموميا بحاجة إلى ترميم وتعقيم كل فترة يعني أقل ما يمكن في التعقيم كل 16 ولنا من 2011 لم نستطيع أن نقدم أخر والموميا تدهور البكتيريا تنخر فيها ما تعانيها المومياوات اليوم يعد خطيرا جدا نتيجة التلف المتسارع في هذه المومياوات والتي أدت إلى انتشار ما يقارب من 46 مستعمرة فطرية في هذه المومياوات منها اثنتين شائعتين وهما اسبروجلاس نيجر والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية ليس فقط بالعاملين مباشرة في هذا المجال ولكن حتى في الزوار يقول المعنيون بالآثار إن الوضع المتأزم في اليمن والحرب الدائرة يحولان دون توفر الإمكانات للعناية والحفاظ على المومياوات فضلا عن اللامبالاة من الجهات الرسمية وغياب دور المنظمات الدولية المعنية ما جعلها مهددة بالتلف والاندثار ووجه نداء للعالم لأن الآثار والتراث تراث إنساني وليس تراث مجموعة في هذا المكان أو في المكان الآخر ساعدونا في إنقاذ موميات متحب كسم الآثار أرجو أيضا من رجال الأعمال في اليمن أن يكون لهم دور في إسهام في إيجاد طاقة الكهربائية التي تولد وأيضا إيجاد مبلغ هو يمكن لها تعدى المليون ونص ريال يمني في لغة الأرقام حاجة بسيطة التي نجد بها المواد الكيميائية والمواد الضرورية لتنظيف والحفاظ على هذه الموميات وتوجد في صنعاء وبعض المحافظات اليمنية العشرات من المومياوات التي يعود تاريخها لآلاف السنين معظمها للعهدين السبائي والحميري علماء آثار يمنيون دعوا كافة الجهاد والمنظمات الدولية الداعمة إلى تقديم المساعدة في الحفاظ على المومياوات المعرضة للتلف وأيضا تقديم الدعم لمواصلة الأبحاث في بعض المواقع الآثرية التي تؤكد الدراسات وجود عشرات المومياوات فيها عبد الكريم الشيباني الحرة صنع ترجمة نانسي قنقر